السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة هل تسمع مرحبا بكم لا يمكننا ان نتوقع ماذا تغفلنا الحياة من مفاجئات فهناك بعض العقبات التي نعيشها ونظن ان هناك سبيل للتخلص منها اليوم سنشاهد قصة غريبة لتلك سيدة التي تغيش لوحدها وعطرت على كنز في حريقة منزلها ولكن ما فعلته بالكنز كان غير متوقع ولكن قبل ان نبدأ ادعمونا باعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات تعيش سيدة عجوز في احدى القرى في دولة روسيا البيضاء هذه السيدة كانت حينما تسير في الطرقات تنظر في الارض ولا تخاطب الناس ابدا ولهذا السبب اصبح الاطفال في القرية يخافونها ويبتعدون عنها حينما يرونها اما الباقون من اهل القرية فبذأوا بذكر العديد من الخرفات حول تلك السيدة لانها سيئة السمعة حتى انه لم يكن هناك من يرغب بامتلاك منزل بالقرب من تلك السيدة الذي تعيش فيه وحيدة الى ان جاءت فتاة شابة وقامت باخر منزل مرتسق من منزل تلك السيدة العجوز وفي احد الايام شاهدت تلك الشابة جارتها العجوز في الطريق فقالت لها مرحبا ولكن العجوز لم ترد عليها وعادت تلك الشابة الى منزلها في دهول تام اترى النظرة العدائية التي تلقتها من جارتها العجوز وحينما علمت الشابة ان القرية باكملها لا يكلمونها بدأت تشعر بالخوف نحوها مما اتار شغفها لمعرفة قصة تلك العجوز كانت هذه الشابة تعيش مع اطفالها وفي يوم ارتفع صوت احد اطفالها بالبكاء وكانت الفتاة الشابة تصيح بابنها لكي يصمت وقد سمعت السيدة العجوز هذا الكلام حتى ان احد اطفال سيدة الشابة سألها لماذا تعيش تلك العجوز وحيدة تماما اليس لها ابناء اليهذا السبب هي حزينة دائما كانت تلك الشابة تقوم وتسعى جاهدة لتربية اطفالها بعدما تركها زوجها ولهذا قررت العيش بهذا المكان نتيجة سعره الزهيد ليس الا وبالرغم من تصرف سيدة العجوز بعصبية تجاه تلك الشابة وابنائها الا انها ترعب لمعرفة قصتهم صار الشتاء القارس يغطي ارجاء المكان والرياح الشديدة تمنع الناس من الخروج الا للضرورة ولهذا فان التسوق صار امرا صعبا على سيدة الشابة وفي احد الايام جاءت سيدة العجوز لزيارة تلك الشابة الامر الذي اصابها بالدهشة كثيرا فتلك الزيارة لم تكن موقعة وقد وضحت سيدة العجوز بانها جلبت بعض الاشياء من السوق والتي ربما تحتاجها لاجل اطفالها ولكن الشابة قالت لها لكنني لا اريد شيئا وشكرتها كثيرا وبعد شهر شاهدت الشابة تلك العجوزة وفرحت كثيرا بعدما بدت عليها نظرات طبيعية ووجه بشوش مهما كان هذا المنزل مناسبا لتلك الشابة الا انه ليس متنا بالقدر الكافي امام الشتاء فقد تمكنت التلوج والامطار من اختراقه وتدمير جزء من ثقف المنزل والسبب هذا الامر البرد القارس للشابة ولابنائها الا ان العجوزة لحدت هذا مبكرا وعلى اتر ذلك دعت العجوزة تلك الشابة بالمكوت في منزلها حتى حلول فصل الصيب كانت قد مادت العريض من الاهوام ولم يدخل احد الى بيت تلك العجوز وعلى الرغم من رفض اطفال سيدة الشابة من الذهاب الى بيت تلك العجوز خوفا منها الا انهم لم يبقى امامهم اي سبيل اخر وبعد بضعة من الوقت وفقت على طلب العجوز وذكرت سيدة العجوز للشابة بانها تستطيع ان تتحرك في البيت كما تشاء وان تتصرف بطبيعتها كما لو انهم في منزلهم ولكن بشرط واحد هو ان لا يقوم اي من افراد عائلتها بالدخول الى بضروم منزلها ساعدت تلك العائلة بحصولهم على مكان دافئ يأويهم من برد الشتاء القارس وفي احد الايام سألت الشابة العجوزة لماذا تعيش واحدة كانت سيدة العجوزة تنوي انها لن تفصح عن هذا الامر ابدا ولكنها بعض ما اصبحت سعيدة بوجود تلك الاسرة معها قررت مشاركتها حكايتها فقالت لقد كنت غنية جدا في الماضي الى ان حادثت مشاكل لتلك العائلة شجعت بعض المتربتين بهم في القرية من الاستلاء على اموالهم وبينما قرر والدهم ترك المنزل قررت الام ان تتقاسم ما تبقى من تروتها مع ابنائها الا انهم قرروا طردها من المنزل واخبروا الجيران بان امهم قد توفيت ولكن مهما كان الطمع لدى اولادي لقد كانت هناك مفاجأة سيئة تنتظرهم وهي المتربسين والطماعين بتلك التروة مما جعلنا نضطر للهرب وترك المنزل واخذنا ما يمكننا حمله وقد قيل ان هذا المنزل اصيب باللعنة وبعد مدة من الزمن عدت الى هذا المنزل وقررت ان لا اخاطب اهل القرية الذين كانوا سببا في تشتيت عائلتي وعشت سنوات وحيدة في هذا المنزل وبعدما سمعت الشابة حكاية تلك العجوز وثقت بها اكثر ولم تشك على انها شخص سيء وقد ذكرت لها تلك الشابة بانها قد انفصلت عن زوجها وهي الان مضطرة الى رعاية ابنتها الثلاثة لوحدها اخبرتها العجوز بان تعيش معها للابد بعدما عرفت قصتها كانت العجوز امنيتها ان تعيش بسلام مع عائلة تشعر معها بالامان والهدوء الا ان الشابة رفدت هذا العرب لانها لا تريد ان تكون عبءا على تلك العجوز الفقيرة ومن ثم قامت سيدة العجوز بفتح باب سري موجود وراء احد الكارسي هذا الامر الذي اذهل الشابة كثيرا في محاولة منها لتفسير ما الذي تسعى تلك العجوز لاتباته قالت لها العجوز لوما كنت معي لن تحمل معي اعباء الحياة فلدي في هذا البدروم الذهب الذي اخفيته لاعوام عالدة وعندما شهدت الشابة هذا الذهب اندهجت من مرأة فهذا الذهب الذي ظلت تلك العجوز وتخبيه طوال حياتها حتى انها لم تخضر ابنائها عن مكانه وبدأت تلك السيدة الشابة بالبكاء من احسن السيدة العجوز معها ومعاملتها لها بهذا اللط ولان هذه اصعب فترات حياتها حينما تخلى عنها الجميع كانت العجوز هي الوحيدة التي تمد لها يد العون كلاهما صار بعيدا مما آلت اليه مجرية القدم السيدة الشابة وابنائها قد استقرت حياتهم مع سيدة العجوز بالاضافة الى انهم اصبحوا يمتلكون تروة هائلة يبدو ان العجوز قد تخلت عن كل ما تملك من الذهب والمال والذي لا يغني لها شيئا امام الحب فبعد كل العوامل وبفضل تلك الشابة وابنائها عادت العجوز لتبتسم مرة اخرى بن جديد ومهما شكلت العجوز تلك الشابة فهو بالنسبة لها لا شيء وفي النهاية نستنتج من القصة اهمية العائلة واحبائنا في تلك الحياة شاركون برأيكم في التعليقات اللهم لا تزيل لي عامل السوء اللهم ذكرني دائما بان الدنيا زائلة فاصرف عني زينتها اللهم ارحمني فمن لإله غيرك من يرحمني غيرك من يسر علي غيرك ومن يرزقني غيرك ومن يصبرني على هذه الدنيا غيرك اللهم لك الحمد اللهم خذ روحي وانا سجد بين يديك وقلبي ينبض بخشيتك وذكرك اللهم احسن خاتمتي اللهم اعن على طاعتك اللهم اني اعلم انك تحبني لامن عبدك المسكين الذي لا يوجد له احد سواك في كل وقت اللهم ابكني من خشيتك اللهم اعني اللهم اغذني فوت امري اليك ووجهت وجهي اليك لا منجأ ولا منج منك الا اليك اللهم انت تعلم ما بحياة كله الضاهر والبطن وما اعلمه وما انت اعلم به مني استغفرك واتوب اليك اللهم خذ بيدي الى الهداية واصل علي وعلى جميع المسلمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطانك اللهم صل وبارك وزد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اني ادعوك باسمك الاجل الاعز وادعوك اللهم باسمك الاحد الصمد وادعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وادعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الاركان ان تهديني وتهدي نفسي اللهم اني اسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك واسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك واسألك برحمتك التي وسعت كل شيء انت يسر لجميع اموري لانال مردي ووفقني لما تحبه وترضى اللهم اني نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شاملنا وترد بها الفتن عنا ان اعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع لا تنسوا الاعجاب والاشتراك ويمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة اشتركوا في القناة